اشتركوا في القناة ناكل ولا بدنا نحكي دكتور الاتنين سوا الاتنين سوا ايه بس ممكن حكي ما يعجبك دكتور قلبي رحب واسع سيد اسلام ايه تصطفل ذنبك عجنبك يا سيدي في عدة أسباب أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وقال كمان من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان وليش الشيطان كمان بياكل ويشرب مثلنا طبعا دكتور ليش الشيطان مانو خلقت الله بلا بلا إلا كان قوعى تمد شمالك على الأكل مو ناقصنا يحضر الشيطان وياكل معنا لا لا ولا يهمك دكتور وشو الأسباب الثانية اللي تمنع الأكل بالشمال لأنه الإيد الشمال مخصصة لإزالة الأوساخ والنجاسات مثل الاستنجاء شو هو الاستنجاء؟ الاستنجاء يعني غسل السبيلين كمان ما فهمنا شو السبيلين؟ السبيلين يعني المخرجين الوراني والإدماني يعني مكان خروج البول والخرائع منك فهمانا عليك ما في داعي للتفصيل إيه والله احترنا معك دكتور ساعة بدك تفاصيل وساعة ما بدك شه؟ إيه تابع أمرنا لأله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء يعني لقضاء الحاجة دكتور فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه العمى هيك تفاصيل تذكروها بكتبكم لا حياء في الدين دكتور وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وعن ابن عباس قال حدثتني خالة ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خسله من الجنابتي فخسل كفيه مرتين أو ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وخسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكن شديدا في مكان تاني مكتوب دلك شماله بالحائط بيفرغ المي باليمين وبيخسل بشمال دكتور وبعدين يدلك إيده بالحائط هاي السنة دكتور خلي إيدك الشمال جامدة وقعد حركها إيدي الشمال شغالي كل النهار في المناطق الحساسة في الاستنجاء ومسح البول والخراء والاستنثار وبدك ياني آكل فيها دكتور لا لا ما بيسوى أبدا وشو هاد الاستنثار دخلاك؟ الاستنثار مثل الاستمخاط يعني إخراج الماء من الإنف بعد الاستنشاق الاستنشاق باليمين والاستنثار بشمال سلامتك دكتور سلامتك بين عليك أخدت برد ترجمة نانسي قنقر